بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نبدأ الآن الدرس السابع بعنوان Orthographic Projection وحن نركز على Section Views في هذا الشابتر سوف نبين الهدف Purpose of Section Views بعدها الترمينولوجي Fall Section View, Offset Section View, Half Section View, Broken Out Section View Revolved Section View, Removed Section View, Rib and Web Dimensioning, Application 1 and Application 2 كل جزء الأول من الشابتر السابع اللي هو بعنوان Purpose of Section Views ممكن نقول أنه Sections are used to أولاً Clarify the anterior construction of a part that cannot be clearly described by hidden lines in exterior views يعني من أهداف استعمال السكشن اللي هي عملية قطع المجسم هو لإظهار الأشكال المخفية الهدف الثاني هو to facilitate the dimensioning لتسهيل عملية وضع الأبعاد في الرسمة وممكن نقول أن السبب الأساسي هو primary reason for creating a section view is the elimination of hidden lines وعشان نتخلص أو ما نرسم hidden lines اللي هي الخطوط المخفية so that a drawing can be more easily understood يعني لو قللنا من الهيدن lines أو شدنا الهيدن lines حتكون الرسم بتاعنا سهلة الفهم وواضحة هنأخذ مثال هنا هذا المجسم بتاعنا ورسمنا الelevation والبلان قبل عملية القطع before sections هنا المفروض هذا الشكل كان مخفي ورسمناه هنا dash line وفي أشكال مخفية داخل المجسم رسمناه باستعمال a dash line هنتخيل الآن أنه عندنا منشار وحنجيبه نقطع المجسم بتاعنا على 2 ونشيل الجزء هذا الأمامي عشان نظهر الأشكال المخفية بعدما شلنا الجزء الأمامي ونظرنا في الاتجاه هذا أصبحت الأشكال الداخلية أصبحت مرئية يعني الشكل هذا أو الخط هذا اللي كان مخفي أصبح مرئي الاستوانة هذه والاستوانة هذه أصبحت الآن مرمية أصبحت الآن مرئية ولهذا السبب كل الخطوط ال dash line هذه هتصبح ايه؟ هتصبح visible line هتصبح خطوط مرئية وكده بيرنا ال dash line بال solid line وقبنا مع عملية تهشير الأماكن اللي مر عليها فعلا المنشار المنشار مر على المكان ده يعني المكان ده هو عبارة على مادة ممكن يكون خشب ممكن يكون حديد وعملية التهشير هي بتخص الأماكن اللي مر عليها المنشار يعني ما نهشر المكان القفاضي يعني هنا عندنا استوانة هنا عندنا استوانة ما تحتاج تهشير هنا كمان عندنا ثقب ما يحتاج تهشير بعد ما قمنا بعملية القطع القطع وشدنا ال hidden lines ممكن الآن نضع ايه؟ ال dimension lines بتاعنا الابعاد بتاعنا وقلنا من ضمن الأهداف عملية القطع هي وضع الابعاد بطريقة واضحة على المساقط بتاعنا الابعاد بطريقة واضحة على المساقط